يا زيس اسمع مني يا بنت الامني دي نصيحة ليك متزعلش يا بوك منك يا زيس انت غلطي في حقه قوي قوي عايز اتعرفي ازاي تعال اقول لك وافهمك انت رايحة ترفعي قضية على امام مسجد المسلمين ليه كده يا زيس غريبة قوي وبتقولي انه رفض يصلي على بوكي باب اسكت 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 بقى يا زيس اسكت وانت كنت هتعمل حاجة كبيرة قوي في حق يا بوكي ده انت كنت هتزعل ابوكي منك قوي قوي امان لو ما كانش يا بوكي موصيك يا زيس ايوة قال لك كده ابعتمت لسانه ما تخليش المسلمين يقرأي يقرأوا علي قرآنه ولا يصالوا علي صلاته تقوم انت بقى تروحي تطلبي يدخل ويدخل ابوكي مسجد المشير يا نهاري ولما يا محزوزة انت يا محزوزة يرفض الامام تزعلي لا 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 ما لكيش حق ابدا يا زيس مفروض تفراحي وتشكري الراجل ده لانه فكرك بكلام ابوكي اعقلي كده وتقن يا زيس وخليك مع ابوكي دايما زى ما كان معاك يا في الدنيا خليك قوي وسيبك من كلامه ببدل من زعلك المفروض تشكري الامام بقى تشكري لي انه رفض الصلاة على ابوكي على سنة فكرك بكلام ابوكي ليك وما تنسيش طريقته وحياته ومنهجه اصلا انت مش فاهمة يا زيس ده شتان شتان بين المسلمين وبينكم طبعا ده انت بنت الامن ايه هم فاكرين ايه اول يضحكوا عليك بتتأثري بكلامه لا وروح تنزلي بقى يلا كده زي الحلوة كده عن قضية الامام وخل عندك ايه وفق لابوك لا لا يا زيس اوعي تعملي كده اوعي يا زيس اوعي تخلي بكلام ابوك لا لا نفذي نفذي كل كلامه انت نسيتي تعال فكارك فكرة لما ابوك قال بكلامه بعضمة لسانه قال لازم يكون عندكم بعض من الابلاسة الخفيفة مش فهمة يعني ايه الابلاسة ده ابوكي استاذ الابلاسة يعني شيطان من ولد ابليس كده يفهمك ويحزارك ويقولك عيب عيب عليك يا زيس يا بنت ابوكي اخدم ابوكي واستماري استماري بعيد عن المسلمين دول خالص واثبتي على مبدأكم ولا تاخدي ولا تحطي في بالك ولا تشيل في نفسك الناس الوحشين دول يقولوا ايه يقولوا 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 ليك تطلبوا له الرحمة غريبة قوي هو ابوكي عايز رحمة من مين شفتي شفتي انهم يناس مش فهمين راجع نفسي كويس كده يا زيس وتشجعي زي ابوكي كده ما كان متشجع وكان بيتكلم في كل الدنيا وقال انه ما فيش اله ولا فيه دين الاسلام وانه كافر وخلاص يعني شوفي بقى انت غلطي انت غلطي لا 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 يا زيس انت غلطي لما زعلتي من الامام لا لا انت عايزة تنسي ولا ايه ايه وعي تنسي ابوكي وتنسي الهولك نعملي بكلام ابوكي دايما وخليك ايه مشي على مبدأه ثباتي على مبدأه اللي قوليلي صحيح هي معنى القمني بكسر الميم معناها يا زيس بفهميني لهم تعرفي معناه